موسيقى عبدالله أول شيء اليوم طبعا نحن بعد انقطاع طويلة يا جماعة نحن في فترة طويلة ما صورنا سيزني ديد وبداية طيبة الحمد لله في بادرة يعني مميزة عن الباجين كلهم يا عبدالله يا عبدالله شرابنا قهوة ولكن هل في ساعتين الحين لازم شوية يمكن اكثر عن ساعتين لا لا الله يستغل شكلها صباحيه ليه الفير نصل الفير والله حاضرين حاضرين خبرنا عبدالله منوع عبدالله ما شاء الله واديين يعرفونك ولك قاعدة وناس يعرفونك تبارك الله لا ما شاء الله بالعكس بس اللي أنا أبعرفه اللي تبقى خبر الناس اللي هم يعرفون عبدالله جيد الله يسلمك أنا درست كلية إماراتية طبيعية تقنية يا السلام خريج تقنية يا السلام محاسبة جميل أنا بعد خريج التقنية ما شاء الله تيم واحد بالتقنية بعدها الله يسلمك دخلت في شركة خاصة اسمها أرنست عنديونج إيواي إيواي قالوا لي عبدالله ادرس تقنية ممشكلة ودخل شركة خاصة تعلم وافهم منهم عقوا بسوي اللي تبسوي حلو حلو والله اني لست في إيواي أربع سنوات طبعا كنت في قسم اسمها تقييم الشركات ف على قولتهم اختصر لك الوضع أنا في أرنست عنديونج استفادت استفادتين صراحة وثلاثة عشان ما ما نكون يعني ظالمين الاستفادة الأولى علموني شي اسمها الورك اثيكس يعني تكره في كراف الدنيا 12 ساعة 13 ساعة عشر ساعاتها يعتبر المتوسط متوسط عدد الساعات ف الفكرة المائية واشتغل ثمان ساعات في اليوم ما كانت موجودة من الأساس حتى مقدمت أصلا فدخلت قلت عبد الله ثلاث سنوات إلى خمس سنوات انت بتكرف بتتعلم والله ان شاء الله بيفتحها لك الاستفادة الثانية صراحة علموني كيف في الثوت بروسس في هيكل الأفكار في هيكل أفكر فيه صراحة رتبوا لي مخي رتبوا لي مخي عملية التفكير أصلا من الأساس الخطوة ألف إلى بائلة موجودة وآخر شي طبعا الحمد لله كنا نخدم كمستشارين نخدم عملاء فكونت علاقات مع العملاء كانت دوائر حكومية شبه حكومية وخاصة فهي استفادة صراحة استفدناها بشكل عظيم عظيم جدا بعدين استقلنا أربع سنوات إرنستان يونج أربع سنوات إرنستان يونج وبعدين آخر سنة في إرنستان يونج فتحت شركة اسمها واصلة شركة واصلة باختصار شديد شركة تقدم خدمات الوجستية مبردة وتجمع بين محلات التجزئة أو الريتيل شوبس والمحلات اللي تحتاج نقل مبرد محلات الورود مبردة حرفياً يعني أنا أسألك ما قصدك مبردة قتمكن هذا مصطلح تجمع بين بين محلات التجزئة وريتيل شوبس وبين الشركات التوصيل نفسها التي تقدمها الخدمة هذه الخدمة كانت نادرة جداً وأذكر بدايتها شهر 1-2020 وتستوي اللوكداون يستوي علينا اللوكداون في شهر 4-2020 ومحلات الشوكولت ومحلات الورود ومحلات اللحوم ومحلات الأدوية ومحلات الخضرة والفواكه أي منتج قابل للتلف سيحتاج الخدمة هذه والعملاء والزبائن لا يستطيعون أن يصل لهم خلاص فكانت رحلة ثلاث سنوات صراحة مثرية جداً فقمنا نحاول ندير شركات التوصيل التي تقدم النقل المبرد وندير العملية بينها وبين محلات التجزئة نزيل إذا تسمح لي أسأل عبدالله الفكرة هاي يتفي بالك من متى تخططها أنت جميل سؤال جميل جداً قال أنت يوم ستوت الأزمة طلعت أنها في حدياج لا 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 هالفكرة كانت موجودة قبلها بشهرين بدأنا في التنفيذ وفي التشغيل أمور التشغيلية قبلها بشهرين شركتي الله يذكرها باللهير المسي عليها بالخير ريم العماري قالت لي عبدالله أنا عندي محل ورد وعندي موقع إلكتروني بعروض وأجمع أصلاً منصة اسمها منصة باقة تجمع في محلات الورود في منصة واحدة والمشكلة الأساسية اللي أواجهها يا عبدالله أني أنا لم أستطيع أن أصل لهم تستوي مبيعات عندي ممكن لهم بيك أب في محلات موجودة في بوظبي لكن العميلة والزبون في فجيرة لازم نحل المشكلة الأساسية والتي هي توصيل نقل أو نقل مبرد في نفس اليوم يطلع الصبح ويوصل حول المساء وين ما كنت في الإمارات نحن نسميها يعني مجهزة الأساسية يلا مشكلة لوجستية تعالح لها والله أذكر أنه بس كانت في ثلاث شركات نقل مبرد توصل في 2020 نقل مبرد يعني السيارة هالي توصل مجهزة بشكل كامل لأن البضاعة تطلع من إلى بدون ما تتأثر وهذه مسؤولية يعني جدا حساسة وحتى أذكر يعني نركب أجهزة في الشاحنات والسيارات عشان بس نقيز درجة الحرارة بشكل يعني بكل ثاني بشكل لحظي بشكل لحظي وإذا التمبرتر زاد عن حد وإذا نقص كيف نحن نقدر ندير الموضوع هذا الأصل الأصل يعني من صفر إلى ستة سبعة درجة مئوية إذا الوردة لازم ما تذبل وعندك الشوكولت لازم ما يذوب لازم الفراولة فوق الكيكة والكريمة ما تتحرك إذا تحركت مصيبة فعلى قطاع جدا حساس جدا جدا حساس وخاصة هالأشياء تستخدم في مناسبات يعني أنت ما تبقى توصل البضاعة هاي كانت كيكة عند ميلاد ولا مناسبة خاصة هذا التحدي الأول أنك كيف تقدر تحافظ على المنتج نفسه التحدي الثاني أن المنتج لازم يوصل في الوقت في نفس اليوم أنت سيم دي ديليفوري حقا سيم دي ديليفوري لا لا في مناسبات المحل يقولنا ترى الزبون عنده وعنده تجمل عنده في البيت وراح يقدم الصينية هذه لضيوف ومن الذي يتوهق عز الله والشركة هي كمسئولية مسئولية في الحفاظ على المنتج ومسئولية في التوصيف الوقت المناسب فكان صراحة بمعنى الكلمة مخيف مخيف وأنا بذكرها صراحة أنا أذكر طلعت لي ثعلبة من الموضوع نصر الحيتي طاحت والله لأن الموضوع تشغيل وتشغيل حساس نعم صح نذكر طبعا نحن نذكر جانب المظلم من ريادة الأعمال بعدين لكن أريد أن أذكر أن وصلها يعني حتى الاسم جيدا وصلها وصلها بصيغة الأمر وصلها أو وصلها أو ما تقصد أنت؟ الاثنين الاثنين وصلها ووصلها اللي هي ربط ممتاز وما زالت الشركة شغالة اليوم؟ الحمد لله الشركة تم الاستحواذ عليها من الشركة في السويد شركة في السويد كانت مهتمة جدا في التوسع إلى المنطقة الخليج بشكل عام وكانت تدور على أمثل الطرق أو أبسط الطرق أني أنا عشان أستغل الوقت أشوف شركة سمعتها زينة في السوق عندها عقود جاهزة والتشغيل جاهز والتيم جاهز والفريق جاهز أستحوذ عليها وأتقدم أكبر وأنمو من هناك الحمد لله تم التواصل بعد أخذ وعطا شفنا من الأمثل أننا نبيع الشركة وبيعنا الشركة الحمد لله تم الاستحواذ عليها يا أخي يومينت هي أحسبها في راسي وأقول شاب اليوم في دولة الإمارات أعمل على مشروع ليست حيلة طلعت لها تعلبة لا طلعت هذا جزء من الباكج بس ما شاء الله سويت هذا الشيء وفي شركة من السويد يتك صحيح هذا ترى فيه واحد يا أخي واحد أمور مرتبطة بهالشي ويحسبها في راسي أقول والله إنها بلات خير صدك هذا رزق وفضل من الله سبحانه وتعالى بس شو اللي يخلي شركة من السويد انت يرى تشوف الكرة الأرضية وين السويد وين نحن ومع ذلك يا يين وضاربين تيزوم على هاي البقعة هاي اللي في نص الصحراء في نص المشاكل نحن المشاكل اللي دار ما ديرنا هاي المنطقة هاي منطقة الطرابات ومصايب حولنا صلى الله عليه السلامة فبستي هاي البلاد سبحان الله وهي راعي الشركة ويقول لنا هاي الشركة اللي موجودة في الأمارات أنا سألتها السؤال على فكرة والله كيف حصلتني كيف حصلتني؟ أصلا قلت له قلت له أه شيء ليش حطيت عينك على الإمارات؟ ما عندي ليش حطيت عينك على وصلها؟ على الإمارات يقول لي عبد الله نحنا عندنا دايركشن في الشركة والأناليسز يقولون إن منطقة الخليج في العشر سنوات الياية بتسوي فلوس أكثر من أوروبا ويقول لي قال لي إياها باللفظ سبع سنوات الياية لازم تطلع فلوس قال لي ليش سبع سنوات؟ الله أعلم قال لي سبع سنوات الياية هي بتكون أكثر وقت منطلع فيها فلوس وقلت لازم أطلع على فلوس بيك وما سيطلع فلوس بروحك فقال لي ليش وصلها؟ ناس ما قلت لك سمعة الشركة كان زينة عقدتها كان زينة خدمتها كان مميزة جدا الحمد لله تم اقتراح سم الشركة من أشخاص تعرف عليهم الإمارات في قطاع الوجيستيكس بشكل أو بآخر وتم الموضوع وأنا إلى اليوم الحمد لله ترى جالس في البورد في مجلس الإدارة موجود وشريك طبعا في الشركة فنفس الوقت يحتاجون أحد يعني يرشدهم في موضوع التوسع موضوع التوسع إلى السعودية إلى قطر إلى آخر دول خليج المنجاورة يعني فنطبح ونعمل إن شاء الله نعم إن شاء الله تستاهل كل خير هذه القصص تسعدني أنا لم أسمع هذه القصص أفرح وأقول الحمد لله هذه بلاد بلاد خير بلاد خير والله هذه الفرصة التي تنعطها وسبحان الله من السويد يعني حتى يقول ليس فقط النمو الاقتصادي اللي رح يعني يشدنا النمو الاقتصادي يقول حتى ترى ركود يعني عفوا ثبات ثبات موجود يعني لا نخاف إن باتشر تستوي أي أزمة لا 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 الدولة موجودة ودعمة وحط فلوسها لا لا حط فلوسها يعني الدولة تستثمر موجودة تستثمر الداخلين وخارجين يقول فيه استقرار موجود ما فيه تذبذب وفيه توجه واضح فيه رؤيها وفيه حتى أمن وأمان يعني هذا يحتاج ترى كل رائد أعمال وكل تاجر تاجر هذا قد يكون أهم من أي شيء ثاني والأمن هذا يرتاح رائد الأعمال ولا الموظف ولا شو من وكان المتقاعد من وكان إذا هذا الشيء هذا وفرت لي يرتاح باقي الأمور تيبعدين لكن لكن فعلا الاستقرار ومشاء الله هذا الشيء هذا شفناه حتى يعني على عمرنا نحن اللي شفناه ابتدي أنت من أزمة كورونا من جائحة كورونا وانت طالع والله يحفظه طول في عمر الشيخ محمد فعلا ما شلين أهم من أزمة كورونا وانت أرجع ليه وراء ليه مثلا بقول مثلا شيء مشابه كان بنفس المستوى الأزمة الاقتصادية 2008 يا أخي قارن نفسك أنت بالدول الثانية أنت أفضل منهم بسنين ضوئية لا لا إدارة الأزمات متقدمين جدا 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 وهذا يحمسهم على فكرة يحمسهم يحمس المستثمرين للأجانب الصينيين الأوروبيين الأمريكان كلهم بلا شك وهذا يحمسنا الأصل هذه نقطة جدا مهمة بالنسبة لي الأصل أن الدمج والاستحواذات لم تكن موجودة في المنطقة لم تكن موجودة فالشركات التقنية كانت تواجه المشكلة أن أنا لدي خيار أو فرصة للدمج أو الاستحواذ قبل عشر سنوات فهذا أصلا كان من الأساس ليس من المحفزات النوويين يعملون في المنطقة صراحة فالحين وعشر سنوات اللياية في وجهة نظري صراحة وشيء واضح وجه لي أن فرص الدمج والاستحواذ على الشركات الناشئة التقنية في المنطقة ستكون موجودة بشكل أساسي بشكل كبير جدا وهذا يحمس رواد الأعمال صح هو دافع اليوم يسمع قصات عبد الله وعنده مثلا مشروعة أنا متكد عقب ما يسمعها يعمل أضعاف أضعاف صح أنا يقول لا مثل ما الله سبحانه وفق عبد الله لا ممكن أنا بعد حصل لي مثل هذه الفرحة صح ففعلا يعني ما شاء الله اللي يشوفه نحن كلها نتائج طيبة وحين عبد الله أنت بيت لي أرنستان يانج أربع سنوات صح على طريق هذا الموضوع فيصل صح فيصل فيصل وبدختي وقريب مني جدا ما شاء الله وكنا نتكلم سبحان الله على الموضوع ما بعد التخرج فهو يقول لي خالي أنت وين تشوف شو تشوف وين الواحد ممكن يشتغل وكذا وهذا أنا عندي هذه القاعدة أو من ضمن الأمور المهمة اللي الواحد يسويها أول ما يتخرج لأن أنت أول ما تتخرج أنت حين شخص طبيعي عادي شاب خلص دراسته نزين أول شيء خطر في بالك في موضوع الدوام إذا أنت بتتجه إلى العمل بشكل مباشر يعني بتدوم كم الراتب على طول يعني أي حد يقول لي غير هالكلام هذا يعني أنا نوعا ما بكون شوية متحفظ على رأيي فيه لأن أنت عمرك حين كان بيكون 22 21 22 سنة سوري ما في أهم عن الفلوس حقك إلا إذا في حد إلى سياك ووصل لك فكرة أن أنت اليوم لابد أنك تفكر في ما شو الأهم عن الفلوس شو اللي بيبلك الفلوس بعدين بس يباله صبر فمن ضمن الأشياء اللي كنت أقولها أقول له فيصل أنا أشوف أنك تشتغل في وان اف دي بيك فورة حين هم أربعة سواء كانوا بيك فايف سواء فورة ظني هم شركات الرائدة قلت له شوف لك شركة وذكرت له بالاسم ايرنستان يانج ايواي اشتغلنا معاهم نحن حين هم من ضمن الشركات القوية اليوم الاستشارية القوية قلت له ايرنستان يانج PwC شركات الاستشارية هاي واحدة اليوم موجودة قلت له اول خمس سنوات انت ابني قاعدة قوية ممكن انت اليوم تحصل لك اوفر لراتب قد يكون اكثر عنها الراتب اللي بيعطونك اياه في الشركات الاستشارية هاي الكنسلتنز ساعة عمل امية بالامية اقل بتكون هناك لان اظن انت انت ادرا يعني في الوضع هناك كيف انه شغل ليل نهار ليل نهار الشغل صح بس تطلع قوي راسخ عندك رسوخ هافي ديوتي هافي ديوتي هافي ديوتي صولد 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 حطة قلت له انت اليوم عقب ما تكمل عندهم خمس سنوات صح بيعصرونك اعصار بتتعب وبتنضغط وشغل لكن يا اخي بعدين انت وين ما بتصير انت ادد فاليو ادد فاليو ادد فاليو خلص اي مكان بتصير اللي بياخذ هذا بيقول هذا بيه اليوم بينفعني بيفيدني انا بضيف الاشياء بس هو بيعطيني اضعاف نقول لي فيصل انا واجهت نفس التحدي يوم بغيت ادور اول ما اتخرجت انا نموذج يديد جميل جدا ثلاث دوائر الدائرة الاولى لازم تعرف مهاراتك الحالية واحد الدائرة الثانية شو السوق يحتاج الدائرة الثالثة شو الاشياء اللي تقيمها تقيمها اللي تطلع عليها aspirations ثلاث دوائر مهارات اللي تقيمها في نفسك ولا تقيمها في نفسك aspirations يعني انت شي تطمح له وتقيمه جدا فعندك الماركت ريالتيز او هو متطلبات السوق عندك مهاراتك وعندك الامور اللي انت تطلع كيف نقولها حتى هذه تطمح لها تطمح لها هالثلاث امور تجمعها شوف الدائرة اللي في النص هذا الديركشن او هذا التوجه اللي لازم تسلكه دي دايركشن بودكاست في توجه في توجه للفرد الفرد نفسه الأمور اللي تطمح لها وتقيمها متطلبات السوق ومهاراتك الحالية هذه دوائر الثلاثة هذه او ثري سيركلز تبين للفرد نفسه التوجه لازم يسلكه بس تتروم تسوي هالشي هذا في هالعمر في واحد وعشرين عمرك واحد وعشرين اثنين وعشرين تقدر ترسم هذه الصورة؟ مبدئيا نعم نشوف المهارات اللي عندك انا انا جيد في الاكسل انا جيد في المبيعات انا جيد في النقاش انا جيد في النيكوشييشنز انا جيد لا عندي ثوت بروسس هيكلة في التفكير مهارات معينة نشوف متطلبات السوق هل أصلا السوق يحتاج هذا الموضوع ولا لا يحتاجها هذه المهار ولا لا وشوف مين متجه شو اللي تطمح له شو الأشياء اللي تقيمها اوكي اوكي بس ترى ممكن ممكن انا صراحة عندي كلمة هنا ممكن الشغف يكون جزء من الأشياء اللي تقيمها او من الطموح اللي ودك تشتغل فيه لكن بعد جهد جهيد رسيت على موضوع ان اللي يقول لك اتبع شغفك مش بالضرورة يكون صحيح ان شغفك في النهاية ممكن يوديك في داهية صح ممكن لا يطلع فلوس صح اذا انت ودك تعيش على شغفك ممكن لا يطلع فلوس صح وشفنا نماذج والله هو الأصل ان قدم القيمة والمنفعة للبشر اصلا مفهوم المال بشكل عام او مفهوم الثراء او مفهوم الفلوس انت يا فرد انت تقدم خدمة او منتج ذو قيمة للمجتمع وهو المجتمع يقدم لك مكافأة وهي الفلوس وهالقيمة هذي مو بقادر المجتمع يحصلها الا عندك انت يزاهر الله خير محمد كالوريز شوية كالوريز هي عشان القوة والطاقة نعم طول انت اليوم شكلنا اه ف اذا المجتمع مستعد يعطيك مكافأة مالية مقابل الخدمة اللي انت تقدمها فانت يا ستحل المشكلة موجودة وعلى فكرة الدراسات تبين ان او شركات اللي نبعت في حل مشكلة معينة وقدمت قيمة جذرية في حياة البشر هي شركات الاكثر نجاحة بلا شك بلا شك واصلا هذا مفهوم الثراء اصلا مفهوم ان كيف الانسان يقدر يكون ثراء او يقدر يكون فلوس في حياته اختصار شديد او ثروة نعم 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 والوضع تغير اليوم عن قبل عشر سنوات عن قبل عشرين سنة حتى قلت لك متطلبات السوق مهمة جدا فهي سؤالي كان عبدالله الشي هذا هالبروسس هذا اللي يسويه اللي فيصل ومثل فيصل ويدي من الشباب اليوم من اخواننا وخواتنا هل انت تقول الشخص يسويه بنفسه ولا يستعين مثلا بطرف ثاني يدعمه في هالموضوع ويساعده سؤال جميل جدا الخطة المبدأية دعي يسويها روحه اوكي ابا يروح يسأل افضل ثلاث اشخاص في حياته يعتقد انهم يقدرون يقدمون النصيحة او يرشدونه في الاتجاه الصحيح ويروح يسألهم شو تشوفون فيني افضل ثلاث مهارات تمام؟ ويكتبها ويشوف الانترسكشن بينهم او الوفرلاب بينهم ويسألهم نفس السؤال الثاني شو تتوقعون متطلبات السوق؟ طبعا موضوع الطموح موضوع الباشن والشغف او الاشياء اللي يقيمها هو لازم يجاوب عن نفسه يعني مع ممكن مع تجارب ممكن يعرف يعني فتتبلور عنده فكرة معينة اوكي اعتقد نحن يوم تفضلت انت قلت لي الثلاثة عسب ان انت تشوف شو اللي النقاط اللي يجتمعون عليها الثلاثة فبعنا انت هاي نقاط موجودة فيي اعطيك مثال على نفسي اعطيك مثال على نفسي انا فينانشال موديلر اقيم شركات في اربع سنوات في اي واي عندي مهارة تقيم شركات اربع سنوات من حياتي انا بس اقيم شركات اسوي الفاينانشال موديل او النموذج المالي متطلبات السوق اليوم في شركات صغيرة امت وسطة ما تقدر تروح عند شركات استشارية كبيرة اوكي تقول هاي القيم شركتي فيه متطلبات من السوق صح نزيل والطموح لي اطمح لي اني اكون مستثمر انا احب استثمر في الشركات وهي تكون صغيرة واشتغل معاها واكبرها قدرت اجمع ثلاث دوائر هذه انا عندي مهارة اعرفت متطلبات السوق واحب استثمر او اطمح اني اكون مستثمر فشو قمت اصوي استثمر في الشركات واقيمها واساعدها انها تيب استثمارات في الجولات الثانية بناءا على الخطة المالية نحن نسويها نموذج داخل في بعض يكون فيه سنرجو او هارمني معين يعني ف وعلى فكرة هذا على قولتهم هل الاكسرسايز هذا موش مرة واحدة بشكل دوري دوري لازم ناوز الانسان يتغير صحيح انا بديت رائد اعمال والى اليوم طبعا ادير بعض الشركات لكن اكتشفت ان ان اميل الى الاستثمار بشكل مخيف واستثمارت الحمد لله فوق العشرين شركة في السعودية شركات تقنية يعني فانت تستثمر في الشركات شركات تقنية فبعد وصلها ليه الشركات التقنية بالتحديد جميل سؤال جميل من اذكرها القصة انا يوم ببعت وصلها فلست على كاش شو سوي في الكاش ما باتوظف الحمد لله الخير موجود امشي على الطموح اللي انا رسمته انتقلت السعودية انتقلت عايش خمسة ايام هناك وارجع الويكند اليوم ليليوم ليليوم بس انا خفيت بس سنة ونوص انا ما عايش على هذا الجدول هذا شفت هناك فيه تحرك مخيف تحرك عظيم ليش الشركات التقنية لان صراحة انا هاي رسك هاي روورد قايي المجازفة عندي عالية جدا و احب الشركات اللي قيمتها تزيد طبعا مهم جدا توزيع الارباح في شركات العادية او يسمونها private equity firms الشركات اللي هو المسار العادي شركات التقنية اول سبع الى عشر سنوات ما تكون ربحية اصلا يعني انت ماشوف فلوسك اول سبع سنوات من الشركة غالبا غالبا ماشوف فلوسك انا احط فلوس في شركات اليوم اعرف اني ما باشوف ما باشوف الفلوس خمس سنوات الى سبع سنوات بس اعرف ان قيمة الاسهم اللي انا املكها في شركة عشرة الى عشرين اضاعف هذا اصلا 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 انا عندي حد ادنى حد ادنى من مضاعفة تقيمة الاستثمار اللي اضعه بس الحين الله يقول بس ممكن العكس يستوي بعد طبعا طبعا بلا شك 90% من الشركات هذه يعني هذا رسك عالي جدا لكن اكتشف شيء مشكلة ثانية قلت عبدالله انزل انت استثمرت في عشرين شركة 17 الى عشرين شركة تقنية وما تشوف فلوسك خمسة الى سبع سنوات اقل شيء لازم يكون في تدفق مالي عندك صح وما يستوي تعيش على الاستثمار اللي عندك فاتجهت الاتجاه الثاني اني استثمر في شركات اطلع ربحية من اليوم الاول واستثمرت في قطاع الـ F&B المسي عليه الشريك بدر نجيب شف بي انزل 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 كان الموظفين الـ رائع صح والله رائع اجواء حتى انا مرة بعدين عرفت ان هذا هو بدر شفت هناك اعتقد كان يصور صح هو يصور صح قابض الكاميرا والله اذكر انا اطلب الاست V60 من عندهم وانا اطلبه اشوفه هو وراه فقابض الكاميرا ويصور وشيء ويشاور حد وكذا وكذا فكان شغال على الموظف وبعدين عرفت الظاهر انه كان 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 الـ للكوفي شوف بس الفايب حلو اجواء حلوة الخدمة ممتازة يعني لا لا وصراحة انا اكون صادق معاك الشركات التقنية مهمة لانه هي تغير مجرى العالم مجرى العالم انا مؤمن ايمان تام لشركات التقنية هي اللي تغير مجرى العالم والشركات التقليدية مهمة جدا عشان الناس تعيشوا وتحتاج يا اخي مستشفيات مدارس اه قطاع الفندقة الـ قطاعات مهمة جدا عشان نحاولنا نعيش نحاولنا نعيش فا استثمت بعديا في البادل عندي أنا شرك في نادي بادل في السعودية في السعودية كيف؟ ما هي البادل في السعودية؟ نحن FREE على هذه اللعبة طبعا مكتبا بلا شك بلا شك هي لا أول ما بدأوا الـ شركات تفتح عندنا انقصت الدخول صغير وليلعبون بهذه الكمية بسيطة عبدالله أظفر بسوق أكبر والوعاء الاقتصادي يتحمل الجميع فرق الجذري بين السوق السعودي والسوق الإماراتي أن السوق السعودي الوعاء الاقتصادي يتحمل الكل المنافسة موجودة لكن غير متعبة السوق الإماراتي في قطاعات معينة السوق يكون صغير والمنافسين كثر فتستوي حرب أسعار Blue Ocean Red Ocean Red Ocean مخيف بدر مخيف يتعبك 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 من ناحية margins من ناحية أرباح ومن ناحية حتى تحاول تقدم unique selling point ما تحصل خلاص أنت وصلت لمرحلة أن أنت أصلاً المارجنز أو نسبة الأرباح عندك صفر وبعدين سقف التوقعات من الـ customers في الإمارات بشكل عام يعني الـ customer يبال أفضل كانت بنية تحتية كمترو خدمات حكومية خدمات توصيل مطعم دون سقف التوقعات من المتعامل للمكان هذا الذي يأخذ عنه الخدمة أو المنتج إذا في الإمارات فوق وأكبر مثال على هذا شوف سلسلة فنادق الفنادق اللي في الإمارات نفس الفندق أو تشين هيلتن روح تشين ماريوت و هيلتن في الفنادق الأوروبية صدكت خدمة مختلفة تماماً صدكت مشكلة مشكلة جذرية فاليوم أتوقع من ناحة قطاع الخدمات أو قطاع المنتجات الإمارات متقدمة بشكل كبير جداً عن الدول الثانية الغربية كانت أو حتى الآسيوية الحمد لله الحمد لله أذكر قصة أذكري مستقلت ما خبرت الوالد الوالد عفونا سؤال موظف ولا تاجر ولا الوالد عنده أعمالي الخاصة بس إلى اليوم موظف موظف فالحين عشان أستقيل أنا متزوج أنا عندي عيال فوصلت احتاجني كانت أول سنة وآخر سنة في إيوايك بس وصلت احتاجني وبعدها الشركة ما وقفت على ريلها وفيها مصاريف وما تقدر تدفع لي الراتب اللي أنا أطمح له أحيان عبدالله استوى الاكوزيشن لا 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 استوى لا استحواذ ديئاب بعد ثلاث سنوات من التشغيل فأنت الحين بعدك حين هذا البزنس أنا حين أول سنة في وصلة ودي أستقيل عشان أعطيها كل اللي عندي والشركات لا تقوم إلا إذا الفاوندرز صراحة ومؤسسيين وأصحاب الشركة يحطون السواتن تيرز يعني جهد جهيد في نفس الوقت ما شي راس مال كافي في الشركة أن تقدر تصرف علي وعلى الموظفين وما أقدر أطلع من وظيفتي اللي سويته باختصار شديد رح تعد مستثمرين يا جماعة الخير أنا ودي أنتقل من المرحلة إلى مرحلة أخرى ومستعد أني أحرث الأرض وهذه رؤية الشركة وهذه الأشياء التكمليين اللي راح أقدمها عشان شركة توصل لمرحلة متقدمة تدخلون ولم تدخلون قال لي شو اللي تحتاجه قلت أحتاج هذا المبلغ وقدرة عشان أغطي مصاريفي مصاريف التشغيلية للشركة 1.7 مليون لمدة 24 شهر أحتاج 1.7 مليون أو مليون فاصلة 7 عشان أقدر أغطي كل مصاريف التشغيلية لي تشمل وتشمل غيري وحصلت على الاستثمار وأستقل في لحظتها وصرت عنده الوالد طبعاً هو يقول لك يقول لك دوت أن ذن أسك فر فرقفنس عرفت والوالد يتوقع أني بوصل على الأقل مانجرز بوزيشن في إرنسان ديونج بعدين أتطلع بعدين أتطلع بيشوف قطاعات ثانية فصرت عنده قلت لك طراني استقلت قال لي نعم قلت لك استقلت كان يرد علي رد واحد قال أنت بروحك أنت تتحمل المسؤولية الكاملة تبعات القرار هذا توكل على الله بس بعدين طبعاً لازم أطمن أقول تراني عندي استثمار يكفي أني أعيش لمدة 24 شهر سنتين سنتين تكون كافية أنت تعرف تقدر تحدد توجه الشركة يعني هناك نوع من أنواع الأطمئنان ومن لحظاتها يقولوا شوفها الشركة هذه شوف ادخل شوف مع الشركة هذه شوف هذا ممكن يكون زبون لك استوى عند الوالد نفس ألرت أن كيف أنا ممكن غير الفلوس أنا الفلوس لا أعطي لولد هذا الفلوس أنت بروحك بس كيف أقدر أساعده بطريقة أو بأخرى والله العظيم قام يعرفني على كل الناس اللي يعرفهم اللي ممكن بشكل أو بآخر يكونون مستفيدين من الخدمة هذه أو أن نحن نفيدهم سبحان الله كونك أب حتى وأن قال لك أنت يرؤون يرؤون أنت بروحك في الموضوع بس بعد يحاول بأي طريقة ويقول لك سبحان الله الوحيد الذي يباك تكون أنت أحسن عنه هو الأبو سبحان الله أبوك هو اللي يباك أنت تكون أحسن عنه أي شخص ثاني يمكن أن يبالك هذا الشيء لا بس الأبو سبحان الله أنت دوم أحسن عندي تعرف ما يفعل نعم بدون ما أكلمه يطرر لي رقم واحد يقول لي يشوف هذا ترى مستثمر إن عرفه ممكن يكون مهتم في الشركة عندك يطرر لي اسم محل يقول لي يشوف هذا المحل أحس أنه يحتاج توصيل نقل مبرد بعد يقول لي يشوف هذا الموقع ممكن يكون شريك لك يعطيك يزيد لك المبيعات ولا مرة كلمت أصلا عن الخطوات اللي ياس أسويها في الشركة بس بشكل غير تلقائي ما شاء الله الله يحفظ آمين فالحمد لله أنا غطيت معاش أو مصاريف تشغيلية للشركة لمدة 24 شهر واستقلت فالسؤال اللي يذكر حاليا عندي في التواصل الاجتماعي متى أستقيل تستقيل عندك سؤال ويتسائل عندك جوابين جواب الأول أنه عندك استثمار حتى لو شركة كانت غير ربحية عندك استثمار يغطي مصاريفك الشهرية على الأقل لمدة 12 شهر على الأقل لأنه أصلا التوتر أنه أنت لم تستطيع تعيش لا تستطيع أصلا تشتغل في الشركة صحي لا لديك صفاء ذهني غير موجود صفاء ذهني الأمر الثاني أن الشركة واكفة على ريولها تدخل مبيعات يفوق لـ 20% صافية أرباح 20% ما بسهل هذا أي ما بسهل بسهل في قطاعات طبعا تختلف باختلاف النشاط لكن بشكل عام هذا المتعارف عليه وواجهت ناس والله واجهت ناس أن استقالوا وما عندها سيفنغز غيرهم ثلاثة شهر جدا والشركة بعدها مبوقفة على ريولها ويأتي الصرف من جيبة أصلا عشان يعني لا عندها استثمار ولا عندها سيفنغز ولا عندها حتى مبيعات أن تقدر تغطي مصاريف الشركة ويستقل ويتبهدل ويبدأ يدور على وظيفة عقب ثلاثة شهر فيعني السؤال متى أستقل أو متى تستقل مهم جدا مو جدا يا أخي تعرف بعدين وين تكون المشكلة أكبر يوم يكون هذا الشخص هو رب أسره وفي ناس أنت سبحان الله يوم أنت روحك يوم أنت روحك أنت يرؤون يرؤون وخلاص يعني أنت لم يتضرر من الموضوع يعني هلك الوالد الوالدة أخواتك أخوانك ما بيموتون لأن أنت مو مسؤول عنهم أصلا أنت مسؤول عن نفسك فيوم تتضرر أنت بتتضرر بنفسك فممكن الواحد يصبر ومشي حاله لكن تتعقد الأمور يوم أنت عندك حرمتك صح عيالك صح مسؤول عن أسره صح حتى العمالة المنزلية هذين اللي موجودون إياك هذين ترى فأنت مسؤوليتك هذين أقول لك قصة واحد من الشباب اللي دخل في مشروع واستقال بسرعة وما كان عنده دخل ثابت لقد دائما حسد قالت هذا الشهر لا تعطيني وحليل مسكين قالت لي قالت لي أرباب هذا الشهر ليس لازم وحليل وأكلم لك حتى نفر هذه خدامة ثانية بابا معنهم أرباب كبير لا يمكن يستثمر مسكين قامت والله قامت تعرف رب المنزل هذا على أهل الخدامة الثانية ربيعتها سبحان الله تسوي أنا أراضيا الله أحبه يعني أنا معك في السراء وفي الضراء في الحلوة أو المرة إذا تحس أن هذا الشيء سيفيدنا في المستقبل توقع على الله توقع على الله أو لها أو لك تكون دعمة لهالشيء أعتقد يعني هاي نعمة ما تقدر بثمن صحيح ما تقدر بثمن الله يحفظها إن شاء الله آمين و ف بس عبدالله بس لك شيء هي تفضل أو ما تكمل أنت ذكرت نقطة حين ترن في راسي هاي النقطة هي تفضل في بداية الموضوع أنت قلت لي أنا حصلت على مبلغ والمبلغ هذا مبلغ وقدرة صح شو أسوي في هالمبلغ جميل تعاف اليوم هذا قد يكون هذا أسهل سؤال أسران شو أسوي في هالفلوس يا الله ساعة سيارة سفرة وما أدري كيف وبأسوي هذا مفروض شيء يكون وايد بسيط أنت بالنسبة لك هذا الموضوع هذا ما كان بهذه السهولة شو أسوي في هالفلوس بعد الاستحوال قصدك هي تحصلت على مبلغ صحيح بس فكرك ممثل فكر عامة الناس اللي يقول لك ها أي سيارة بأخذ حين ها أي سيارة شو بأخذ أي وكالة حين سيارة أول جملة الشهيرة لو أنا عندي هالكاش ما بيتفنين ها شو طار ستة شهور بيرد ما عنده شي صح أنا حد يحصل يحصل الكاش مع فارق التشبيه الله يبدع عنك يعني آمين أمسات شوف دوكومنتري اللي يربحون في جوائز اللي ينصيب آمم نزيل اللي يربحون جوائزا فهذا الدوكومنتري يتكلم وفيه شخص بحامل هذا شو تخصصه تخصصه يعيد تأهيل اللي يربحوا جوائز اللي ينصيب وخسرواها وخسروا المبلغ هذا هذا يعيد تأهيل طبعا نحن من البداية الموضوع كل حرام في حرام يعني ولكن يدخلون في اكتئاب حاد ويتحرون ومبع أقول لك أنت اليوم يعني ما عندك شي عندك يمكن خمسين بالمئة من الفلوسك هاي اللي في بوككسرت حطيتها على هالبطاقة هاي تطلع عندها عقب أسبوع فلوس أمية مليون أمية مليون دولار فيعني هذا يتغير شو أقول لك حياتك وحياة اللي حولك ويبتدون الجماع يتخبلون فاللي حصل مبلغ وسبحان الله فأنا أقول هذي من من أعظم علامات الاتزان العقلي والنفسي الشخص اليوم يحصل له مبلغ هالقورتهم يأخذ خطوة الوراء أوكي شو بنسوي حين شو بنسوي أوكي شو بنسوي في الفلوس يوزنها صح أوكي أنا بأسوي كذا فأنت شو اللي دار في بالك شو اللي خلاك تسوي وتفكر بهذه الطريقة والله أبو عبد العزيز أكون صادق معاك طبعا في أخطأ حصلت أني حطيت فلوس في أماكن خطأ لكن أنا الهدف الأساسي المهني واضح بالنسبة لي عبد الله أنت تبقى تنمي فلوسك عشان تستثمر في شركات وتكبر هذه الشركات عشان تعمل فارق في حياة البشر يلست مع مدثر شيخة صاحب كريم جلسة خاصة قبل أربع سنوات يوم بديت وصله أول فترة أول شهر قلت له مدثر أنت هذا صاحب صاحب الكريم المؤسس الأساسي لشركة كريم هم بدوا من هنا صح صحيح كان يشتغل في شركة ماكنزي نزيم استقال وأسس الشركة نزيم قلت له مدثر أذكر حتى كنت يالس في ذي هامتنز معه قلت له مدثر أنا رح أترك أرنس أنديانج وراح أنتقل إلى ريادة الأعمال وأسس شركة وصلها وصلها تقدم واحد ثين ثلاثة ممكن نتعاون نحن معكم على أساسي ممكن نتعاون معكم يا كريم قال لي عبد الله ليش ريادة الأعمال قلت له طبعا هو يتكلم إنجليزي فقلت له أنا ودي أني أتخذ ريادة الأعمال كنمط حياة كمنهج حياة كمنهج حياة اللايف ستايل قال لي there is no life in entrepreneurship قال لي there is no life what style are you seeking قلت له خلني أم حور السؤال وعيد صياخته متدثر ليش ريادة الأعمال قال لي في نوعين أو أعفون في سببين لريادة الأعمال لا ثالثة لهما الـ impact والـ curiosity الفضول الفضول والأثر والفضول قلت له شو تقصد قال لي أنا أسست كريم عشان أشوف كيف راح أأثر في حياة البشر من ناحية الموبليتي أو ترانسبورتيشن أو النقل يعني وماغنس وشركة ثانية دي كان معا يشوف الفضول أنه كيف المودل هذا راح يعطيه أثر يعني والله أذكر أني لست تنحت قال إذا دافعك الأساسي هو مش الأثر ترى ما راح تصمد في الطريق الطريق مليء بالعقبات والأشواك والأحزان وحيد جدا ترى ريادة الأعمال ما احترامي شديد للموجة اللي حاصلة الإعلامية في تزهير ريادة الأعمال وأنها حياة وردية وأنها سهلة وأنها أقسم بالله ممكن تكون ريادة الأعمال من أقبح الأمور اللي تسويها في حياتك موضوع صعب جدا تضحيات ضحي وقتك ضحي بمهناتك ضحي بطاقتك أهلك ما يشوفونك أصدقائك ما يشوفونك سفراتك تضحي عنها أنت مسؤول والمشاكل اللي تستوي في الشركة مح في أحد يقدر يوقف غيرك أنت أنت صاحب الشركة خمسين سبعين ألف مشكلة في يوم واحد يلا حل بعدين قال لي عبدالله بقولك شي كصاحب شركة أنت شغلاتك مدثر يقول لي شغلاتك شي واحد أنت كفاوندر وكمؤسس أو كسيئيو لازم تعيش الناس الرؤية كلهم الموظفين الشركاء المستثمرين الزباين الجهات اللي تتعامل معها كلهم لازم يعيشون الرؤية اللي أنت حطيتها في الشركة واحد يقول لي ترى there's no life أصلا في entrepreneurship ويقول لي it's either driven by impact or curiosity يعني يالفضول يالأثر فأنت تعال خلاص حطيت سقف التوقعات نزلت عندك لين أدنى أدنى المراحل يلسى كانت ساعة تقريبا ساعة ونص والله غيرت مجر حياتي يعني هذه الجلسات تلخص لك ترى تلخص لك طريق وايد يا أخي هو أعطاك تلقى ما أعرف كم سنة هم يشتغل قبل وشو من وقت خذال الريال أسب يوصل لهذا الفكر هذا يلخص لك في ساعة يقول لك هذه صفوة الصفوة صفوة الصفوة أي والله ف طريق طريق صعب جدا على هذا الطريق اليوم بديت أنا في كتاب لأندرو تشين اسمه في بداية الكتاب يعني من المقدمة وتبتدي أنت أشوف أن الموضوع ما بسهل تكلم عن أوبر وقصة أوبر وكيف عندهم أماكن في غرفة اجتماعات تسمونها وار روم وار روم عجيب يقول لك الوار روم في بعض الشركات عندهم هذا الكنسبت ويكون الوار روم لمدة معينة مثلا لدينا مشكلة فلانية حولوا قاعة الاجتماعات الوار روم ونحل هذه المشكلة نحل هذه المشكلة بعدين ثلاث قاعة اجتماعات عادية عندهم هناك في أوبر الوار روم هلقاعة هاي موجودة دايما فيبتدي يدخل في أبسط التفاصيل يعني الأمور اللي طارحنا في الكتاب أندروت شن تبين لك فعلا ترى الموضوع ما بسهل واحد من الشباب أظل لحرفها فتح لك بسيط شو مستانس أول شي شو سوى طبع بزنس كارد والله أن بعد ما سوى شي أن أنا أذكر أسهل فيها يعني نحن في كوفي والله ما باع شي ولا دخل بزنس كارد وكاتب سي وفوق ترحي مشكلة ويعطيني البزنس كارد قلت فضل أخيات بن سكارد تقول لك شو السالفة قال لك حدد موعد بيا سكرتيرة باقي يحط لها سكرتيرة بس بس سبحان الله أنا طبعا ما قلت لها بصريحة العبارة يعني ما ماذا ميت خلاص هذا هذا هو شي هو يبا ما طلب مني فلوس ولا طلب مني أخلص على الشغل هو سوى هالشي ويعطني وبطاقهم مستانس وكل فخر أن مكتوب على البطاقة هاي سيو ببدر في مشكلة أساسية في صراع المكان الاجتماعي وفي صراع ثاني اللي هو تكوين الثروة أو الثراء حقيقة ففي ناس يخلطون بينهم يشتغلوا صراع داخلي فيهم هل أنا صدق باحث عن المكان الاجتماعي ولا أنا ودي أني أكون ثروة فأنا بالنسبة لي وجود المكان الاجتماعي أو السعي للمكان الاجتماعي الحثيث معدلة صفرية يعني أنا ما أقدر أستوي وزير إلا إذا في وزير طح أو وزير أزاح عن منصبها أو وزير استقال يعني مناصب ثانية منصب مدير يعني معدلة صفرية يا أنا يا هو هذه هذه معدلة صفرية وبعدين تكوين الثراء أو أني أكون ثروة معينة لا هذه حتى لو ما كنت في منظومة المكان الاجتماعي تأتي إليك وهي راغمة لكن ما يكون هم المؤسس وصاحب الشركة المكان الاجتماعي أو والظهور الإعلامي يا مشاركات يشوفها في كل وفي كل معرض موجودة وتصور إعلام تلفزيون جرايد وشير شوف أوراق المالية وشير شوف بيانات الدخل عكس اللي تشوفها تماما تماما فتعرف أن أصلا الفاوندر فيه مشكلة نفسية أنه يمكن اجتماعيا كان غير مقبول في مجتمع معين في محيطة محيطة يبا يبرز يبا يثبث غير ذلك يستوي سوشال فاليديشن عنده سوشال اكسبتنس من خلال البزنس ورياض فتلاقي حاط سيئو بورد ممبر وصدق المؤسسين الحقيقيين حتى لا يكتبون سيئو في الفترات المبدئية في الشركة ويبرزون الموظفين همهم الأساسي هي الشركة والفريق والله العظيم يقدم يقدم الموظف ويقدم الأوفيس بوي على نفسه أنه مكتفي خلاص هم هم واضح جدا أنا ودي أني أترك أثر وأني أضيف قيمة أضيف قيمة أبيع قيمة أقدم قيمة تعرف شو كانت لكريم هذا السلوغن هذا الموتو وكل الموظف حفظنها في نفسه اسأل أي موظفي كريم من الأوفيس بوي إلى إلى مدثر نفسه أبو أسهل حياة الناس فالدافع الأساسي هذا اللي رح يخليك تستمر إذا كان نفع متعدي نفع حقيقي متعدي الأثر الأثر وفي نفع أنا ودي أقدم نفع يتعدى يتعدى الفرد يتعداني أنا أو في نفع متعدي إلى إلى أشخاص آخرين أنا مسؤول كفرد كجزء من المجتمع أني أقدم نفع متعدي إلى المجتمع استرسلنا وايد في التوبيك هذا التوبيك مهم مهم صراحة شب أمسات على هذا الطريق كنا نتكلم بعد على أحد من الشباب على موضوع الفرق بين الأنترابرنورز أو الليدرز اللي موجودين في العالم اليوم قد يكونون هم بنفس مستوثرة صح ونكون بنفس مستوثرة أكثر أقل بشوية بس ما زالوا هم من هال واحد بالمئة من العالم اللي عندهم الكثير مقارنة بالتسعة وتسعين بس تفرق الأثر من بين شخص إلى آخر يعني مثلا اليوم شو الأثر اللي تركه مثلا وون بوفت عليك أنت كعبد الله وعلى بدر مقارنة بالأثر اللي تركه ألون موسك مثلا على العالم يخي حد منهم عندهم فلوس وهم بليونيرز في القائمة هاي فوق ولكن ما في هاك الأثر اليوم اللي سواء إلون موسك قبله مثلا هنري فورد توماس أديسون يخي في ناس لهم أثر كبير فحس هذي ما يختفون يعني بيتم أثرهم باقي يعني على اللي هم سووه في العالم حسد منهم خلاص بعقب ما هو ينتهي خلاص ما تتهي حس خلاص تنتهي قصتها انتهت القصة إلون موسك قبله مثلا هنري فورد توماس أديسون يخي في ناس لهم أثر كبير فحس هذي ما يختفون يعني بيتم أثرهم باقي يعني على اللي هم سووه في العالم وبسحد منهم خلاص في عقب ما هو ينتهي خلاص ما تتهي حس خلاص تنتهي قصتها انتهت القصة إلون موسك طلع مع مع لاكس فريدمن وقال له أسوأ شي ما ممكن تتحداني فيه الفلوس ما تهمني ما تهمه والله العظيم لرائد الأعمال إذا كان همه الأساسي والأول الفلوس رح يواجه صعوبات كبيرة أنه ينجح لابد أن الفلوس تكون موضوع تكميلي مهم جدا لكن مش الأساسي موضوع تكميلي مهم يعني ممكن يكون تاب ثري بس السبب الرئيسي والدافع الرئيسي ما يكون فلوس حتى إلون موسي يقولها بصريحة العبارة يقول أنا أغير مجرى التاريخ أصلا أغير مجرى التاريخ خائلا يغير يغير بلا شك بلا شك بصراحة إذا أنت تدخل خلي اللي هو يسويه في الفضاء وسالفة أن المركبة الفضائية هذه تطلع وترد بربع التكلفة أظنني عن اللي كانوا يسوون قبل ناسا وغيرها وناسا بعد يطلع الصاروخ ما يرد صح هذا يرده يرد الصاروخ صح وبربع التكلفة يعني هذا هذا شيء هذا على موضوع الذي بدأنا فيه سؤال نحن اليوم يا أخي سوى نقلة نوعية في العالم وفيه كتاب مهم في المجال هذا سايمون سينك نعم هذه نقطة مفصلية في حياة رائد العمال وفي حياة أي تاجر همك الأساسي الفلوس استرح باتي كدل على فكرة ممكن تسوي فلوس أنت ك شركة في شركة مرموقة تستلم راتب 150 200 20000 إذا كنت في رأس الحرم يعني ممكن تستوي غني وتستثمر وتحط فلوس في أسم وتكبر ها بس النفع نفعك موجود في الكربة وكل المياسر لما أخلق له هذا مهم وهذا مهم ومرتاح مرتاح الريال لكن هناك ناس تحس أن الدم يفور فيهم أن يقدمون للبشرية شيء مختلف تماما هذين هذين مختلفين سبحانه حد من الناس فعلا ممكن ما تفضل يا أخي حد من الناس أشوفها هنا أنا أشتغل على مدار 17 سنة تقريبا في من الناس اللي أشوفهم هذا للوظيفة يبين علي واضح وممتاز وتلقى باني بيت ومعرس وعنده عيال وعياله مرتاح مرتاح الحمد لله هو مستانس الشوفة مرتاح ما بعلق ولا تم يعني خلاص ما بناكسرنا شيء نعم وحد من الناس يشوفها في وظيفته تقول لا هذا ما بهني صح فكرة طريقة تفكيرها طريقة تحليل الأمور نظرتها للأشياء ملاحظاته أنا والله بدأت أشوف يعني في قاعة الاجتماعات أو في عملنا اليومي مثلا مع الموظفين حد يشوفها تقول لا تعب شو اللي يقارك والله يقارك من الموظفين اسميه قارني ايه يقول أنا بس ياي أخلص اللي علي وروح مفهوم وأقدر وحتى مرات المهام اللي سويها تحسها مطالعة من قلبها ونفس ما قلت مراتي قدم الجانب الراتب الأعلى على المهارات اللي ممكن أو الأصول الحسية أنا أسمي المهارات الأصول الحسية الأصول الحسية هي المهارات والعلاقات وسمعاتك أنت اللي كونتها هذه أهم بكثير من الأصول عفوا نعيد صياغة الجملة الأصول المعنوية نعم الأصول المعنوية اللي هي مهاراتك علاقاتك علاقاتك وسمعاتك بين الناس نعم لا حتى الكواليتي أو جودة العلاقات اللي تملكها صحيح هذه الأصول المعنوية نعم أهم من الأصول الحسية كم عندك في الحساب أو كم مراتبك الحالي الأصول المعنوية ممكن في ليلة وضحاها تيب ألف ضعف من الأصول الحسية نعم فلابد أن فيه يكون إدراك كامل أن الأصول المعنوية هذه اللي ذكرناها يتم التركيز عليها بشكل أساسي في أول عشر سنوات من حياة المهنية لأي فرد صحيح لأي فرد وحتى المفضوظ لا يستمر إلى أبد الآبدين على فكرة أنه لابد أن يطور نفسكها مهارات وطور نفسها أصلاً في العلاقات البزنس عبارة عن شو علاقات عبارة عن تأدية الواجب في مسألة تقديم الخدمة وتي برومست أو الدوليفر علاقة وأقدر أقدم الخدمة أو المنتج الذي أنا وعدكم فيه أيهاي بزنس تاجر الله يكتب لكم التوفيق على هذا الطريق في يقول لك في شو يسمونهم الانجل انبسترز هذين اللي هم في السيليكون فالي شو يسمونه انجل انبسترز اللي هم مستثمرون من شركات الناشر مستثمرين ملائكين إنزين هاي ما أعرف شو المسمى هذا ولكن الشيء بالشيء يذكر فأذكر يعني أقرأ كنت على الموضوع هذا أن أوكيتيهم أنت تقول أنا عباكم تستثمرون نيايا وتدخلون نيايا في مشروعي فلان صحيح فمن ضمن الخطوات اللي يأخذونها وياك أنت عقب ما يخلصون الأوراق والأمور هاي كلها عندهم خطوة واللي هي تكون المصيرية شو هي يقول لك يودون الشخص هذا ويعزمونا يقولون نحن بنعزمك على كوفي أو لونج دينر غدا ويبتدي صاحب القرار هذا المستثمر يشوف تعامله مع الويتر مع اللي يشتغل هناك ويسوون ها بطريقة يعني ما أدري هم يتعمدون أن حد يخطأ من هناك عندهم ويكون مطعم مثلا تابع لهم ولا شي بس يشوفون ردة فعله كيف تعاملوا وياها الشخص ويقول إذا عد في هاي الخطوة كاملون إذا ما نجح تسكر الدين تسكر ها تسكر الدين سأقول لك في درس smart money smart money يتأكدون من أخلاقيات المستثمر ومن القيمة الثانية طبعا اللي هي علاقاته ومهاراته إلى آخر فأنا اكتشفت أن المبادئ الأخلاقية أهم بكثير من الذكاء من الطاقة من العلاقات أذكر لك قصة طبعا ما في استثمار إلا وفي مخاطرة صحي ممكن يصيب ويخيب وأ الله عطاك سنن كونية أنك تقدر تقيس من خلاله دراسات جدوى شوف توجه الشركة استراتيجيات بلو أوشن شوف تفهم بس ما تدعى في المستقبل فمن الاستثمارات اللي اللي عملتها في شركة أوروبية وكانت ودهة التوسع تهوها بدايات يعني صغيرة الريال مو بعارة في السوق الخليدي بشكل عام وحطيت فلوس معه حطيت فلوس والله أبو عبد العزيز أن الرجل كل الخطط اللي رسمناها معه ما مشى عليها ومع أنه في مجلس إدارة ونرد ونقول له وقع على بورد رزولوشن في بورد رزولوشن ينعطى في نهاية الاجتماع أنه محضر المجلس الإدارة لازم توقع عليه في خطط مستقبلية لازم تمشي عليها لبس كل باب والأمر الثالث والأخير تطرع مننا تصرفات غير عقلانية يفصل الموظفين في ليلة وضحاها حتى يسوي لهم ويمسح إيميلهم ويسوي لهم بلوك من لنكدن ويرفع وهذا ممكن يكون جزء مننا خطأ مننا كمستثمرين أنه نحن ما نقدر نضمن أمية في أمية صاحب الشركة والمؤسس من جلسات بسيطة صح وأتوقع الأفضل أن الدفاعات الاستثمارية أو الكاش انجكشن يسمونها كون على مراحل إذا يبت الهدف الأول سنعطيك الثلث الأول يبت الهدف الثاني الثلث الثاني يبت الهدف الثالث 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 هنا أنت تختبر الرجل وتختبر البيزنس نفسه والرجل والله في الاجتماعات المبدئية والأولية الأولية ماشي حسن عام ووف رجل مستقيم صارت مستقيم فبعدين تشوف يوم التحدي تطلع يشوف المعادن هذا مثلا عبد الله في المقابلة نعم وانتسوي مقابلة ويشخص تشوف هذا الشخص وما في شراطه خلاص لكن بعدين يومين تم تعيينه مثلا ويدخل ويصادف أول مشكلة ويبتدي يطلع معدن الشخص هذا تشوف مثلا هذا يخاف أو هذا مثلا متردد أو هذا مثلا تعامل سيء مع الموظفين في البداية يقول لك تيم وورك والفريق أول شيء وغيرها لكن يوم تستوي المشكلة حزة الحزة حزة الحزة تقول سبحان الله كلام مخالف تماما صح وصدق في بعض الناس عندهم القدرة الاجتماعية والذهنية أن يمكن يمكن أن يمشي مع المستثمرين مع الموظفين مع جميع الأطراف وفي شركات شركات اللي نسمع فيها أن بنشر كابتل دخلوا فيها وبرايفيت أكوتي دخلوا فيها آخر شيء يظهر المؤسس غير طبيعي يعني غير عقلاني أو نصاب أو إلى آخره فهي من التحديات الأساسية والاستثمار يعني لكن سبحان الله التعامل ويا البشر صعب يشهر مبسهل والشخصيات تختلف والناس وتعاملهم مع الضغوطات وممكن هو يختلف صدق يمكن الرجل كان صادق في بداياته يتغير في المرحلة يتغير في المرحلة ضغط العائلة ضغط الغربة ضغط مرة واحدة بس ردت فعله يعني هي مسألة كيف تدير ردات الفعل في ضغط عائلي في ضغط اجتماعي في ضغط مالي في ضغط سياسي في ضغط نفسي هي إدارة ردات الفعل الحمد لله نحن عندنا منهج نمشي عليه كمسلمين لكن في بعض الناس في ديانات أخرى لا يوجد منهج واضح فتلاقي أنه ينصب تلاقي أنه يسي أخلاقين تلاقي ما في ضمير حي ممكن ممكن إذا اليوم مثلا عبدالله بسألك شو أكثر تحدي مريت فيه وتعلمت منه كصاحب بزنس أو صاحب رائد أعمال أو مستثمر كراءد أعمال كراءد أعمال وكمستثمر أنا أتوقع والله تعالى العالم تجربتي أني أنا أخطأت في على مثال وصلة ما شفت ربحية القطاع ما شفت ربحية القطاع قطاع لوجستيكس قطاع ثاني تجارة في تاريخ البشرية موجودة من خمسة آلاف سنة لكن القصد كم ربحية القطاع على الشركات اكتشفت بعد ما فتحت الشركة أنها ثمانية في المئة كل الشركات يعني أنا أعرف المنافسين في السوق وأعرف تسعيراتهم وأعرف الخدمات اللي قدمونها بس القطاع نفسه كم ربحية ثمانية بالمئة ثمانية بالمئة يعني عبد الله أنت لو طلع مئة ألف صافية مئة ألف تيب مئة ألف إرادات ثمات ألف ربحية إذا يتيب عشرة مليون ثمانية ألف إذا يتيب مئة مليون ثمانة ملايين يعني شو كل نطاق اللي أحتاجها عشان أنا أقدر أقول أن شركة ربحية فهذا الخطأ الخارجي اللي ساويته الخطأ الداخلي ممكن يكون أني ما شتغلت أني عييب عقود تجارية من البداية يعني شتغلت على ضبط جودة التشغيل وبعدين انتقلت لمرحلات أني عييب عقود تجارية وعيب بزنس وعيب فلوس حق الشيء فهذه الفترة حركت فيها وعيد فلوس حركت فلوس لأنه ما في دخل وأنا ويسا وظف فهذه كانت من التحديات والتحدي الأخير صراحة اللي واجهته أن بعض المستثمرين يوم يشوف المؤسس أو صاحب الشركة ما عنده خبرة مهنية عملية في شركة مرموقة أو عنده اكزت ما يستثمرون معاه فهي كيف أنت كصاحب عمل عندك القدرة أنك تقنع المستثمر ترى أنا احتاج فلوسك وصدقين ترى أنا بحاول قدر المستطاع أنه يملك عوائد فيها وهم المستثمر الأساسي صراحة بشكل عام فلوس بشكل عام صح بشكل عام ترى أنا أحط لك فلوس أبا عائد طبعا ففي تحدي كبير من أصحاب المشاريع اللي تهم بادي كيف يبون رأس المال فهذا تحدي واجهته طبعا والحمد لله ترى وجود أرنس عندك في سيرة ذاتية أو في الخبرة العملية ساعد الكثير ساعدني بشكل كبير صراحة لكن مع هذا عدد سنوات الخبرة كيف أنت فهم القطاع فقطاع مخيف في اللوجستكس شو تنصح يعني هالفكرة تراها مبعد الكل وضوع أن أنا بابتدي بزنس مثلا إذا أنا ما عندي الكاش أنا بأسير بأخذ لي سلفية من البنك أكبر خطأ ممكن تواجه في حياتك هذا المتعارف علي يصير البنك يصير البنك تتعيش يستوي عقب يصير البنك يأخذ قرض على أساس أنهم موظف بعدين يكتشف أنه لا يستطيع يدير الشركة ويكون موظف في نفس الوقت يستقيل الشركة ما تقوم يضح في مديونية بعدين محاكمات أو يدخل في قضايا مالية وني يتوهق الصعود من المرحلة هذه يسرعبع جدا نفسيا ما ممكن يكون نفس الوضع إذا أنا بأخذ فلوس من المستثمر ترى إذا أنا ما سدت لأبعد بيطالبني لا ما بيطالبك المستثمر ما عنده ولا حق يأخذ الرسكويا يأخذ الرسكويا هو يعرف أن الاستثمار عبارة عن ربح وخسارة وهو معك المفروض في الحلوة والمرة هو شريك معك خسرت وخسران ربحت وربحان أما الجهات الثانية التمويلية لا بغض النظر أنا راح أبال فلوس اللي أعطيتك إياها إذا كانت طبعا فيها بعض الانترست تأخذ الانترست عليه وإذا كانت إسلامية أو كانت يعني موب كونفنشنل شريعة كونفلاينت ما عليها شيء بس القصد أن هذا ممكن يطيحك مشكلة أنا بالنسبة لي أنا أروح عن المستثمر ولا أروح عن منصات أو شركات تمويلية مراكز ما سير لأنني عارف الضغط اللي راح أكون فيه ويعطونك تايم فريم المستثمر يقول لك أنت حقق لي هالأهداف ما حققت يلا خلنا نشتغل على أهداف ديدة ممكن نحققها متعاون جدا عندك الشركات أو البنوك التمويلية المنصات التمويلية في منصات حين طالعت تمويل عندك 24 شهر عندك شهرين عندك شهر تردد فعلا فأنت محدود جدا على نطاق زمني معين ما رددت إعادة جدولة ما رددت محاكم فأنت تدخل في مشاكل والمشكلة وين المشكلة أنت حين بترد في السلم الوظيفي أنت استقلت من وظيف تكرة بس تصير حين رائد أعمال ما نجحت وتردد الوظيفة تبدأ من أول يديد من راتبك يستقطع فالمتضرر أنت أفراد أسرتك حياتك بشكل عام ف ابتعد أنا آية طبعا وجد نظري إلا إذا إلا إذا البزنس واقف على ريولة أو التجارة عندك ومشروع واقف على ريولة ممكن عشان ما تقلل نسبة الملكية عندك تروح تأخذ تمويل بلا شك عادي بالعكس يعني مثلا بيرنت أورنج مثلا من الخيارات إذا تبقى تتوسع عندك ثلاث خيارات تأخذ تمويل أو تتيب مستثمر وتقلل من حصاتك أنت كصاحب مشروع أو تشوف العوائد أو الأرباح اللي موجودة في الشركة واتضخها مرة ثانية في الشركة ما في خيار رابع ما في خيار رابع فإذا إذا أنت تقيس بداية مشروع لا تتأكد لا أصح نهائيا بالتمويل شركة واقفة على ريولها فيها مبيعات وفيها أرباح وتتوسع في وقت زمني معين لكي تأخذ حصة سوقية تتوقع على الله واخذ قرض إذا تحافظ على ملكيتك أما الوضع الآخر لا يمكن أن تكون هايبرد موديل الضخ شوية من الأرباح وتيب مستثمر أو تمويل لكي تسدد وتقارب وكيف زي عبدالله مثلا إذا عنا أنا متأكد حد من اللي يتابع مثلا يقول أوكي أنا أباحث صلو مستثمر كيف أوصل مستثمر شو طريقة المثلة تشوفها أنت للوصول للمستثمر حيث أنا أوبر في 2009 كان حاط تغريدة وكانت تويت أحيان شو يقولون تويت ولا أكس حيان ما يندرع بالاسم اي والله وحقونا الله يهديه لماسك لا عوازنا لا عوازنا حيث كان ما أدري هذا الخبر ذكر شفت capture screen حاطين في 2009 مطلع تغريدة كاتبينها لأنني عندي فكرة مميزة اللي حاب يستثمر فيها ممكن يخبرني فأنت اليوم شو رأيك كيف ممكن الشخص صاحب البزنس هذا عسب يحصل مستثمر والله في الطريقة الأفضل جواب تقليدي ما بجاوب بعطيك الجواب الغير تقليدي يسمونها فاميلي فرنزان فولز فاميلي فرنزان فولز العائلة الأصدقاء والمغفلين فهذه أول نص رح يستثمرون معك مغفلين شو بخبرك العينة طبعا العائلة تيود يقول لك هذا ولدنا لازم ندعمه واربيعك ما يدري وين ما يدري وين الله حطنك بس يقول هذا أخونا لازم نقفوها والمغفلين اللي تعرض عليه الفكرة هم مبدأ رئيس أن ترى الفكرة ولكن عندها فلوز زايدة ويضعها معك يتحمس معك على الفكرة ولكن لا يفهم في التفاصيل ويضعها معك هذه المرحلة الأولى توق بادي البيزنس طبعا أول ما البيزنس خلاص يبدأ في التشغيل وفي أرقام إلى آخره وصول المستثمر يكون أسهل وأفضل عن طريقه هناك أرقام أرقام موجودة لدينا مع التقصد لدينا لدينا يقول لك mercedes براند إكوتي و فاليو هي سمعة البراند في السوق قيمتها يعني قيمتها المعنوية ليس الحسية يوم حد يقول مثل ما أعطيك يوم حد يقول لك مرسدس أنت تعرف أن مرسدس ستقدم لك سيارة مريحة وصياناتها زينة واستثنائية في السواقة وثاباتها وإلى آخره ففيه ثقة فيه قيمة للبراند هذا كاسم في السوق ودر الخدمة سمونا براند أكوتي غالبا غالبا يحطون من خمسة إلى عشرين في المئة إلى ثلاثين في المئة من قيمة الشركة على فكرة هي سمعة السوق سمعة السوق انت كسبت الثقة بينك وبين العملاء فيه ثقة فهل في مرحلة الأولى المرحلة الثانية يوم تنتقل إلى مستثمرين ما تعرفهم هني خلاص ستكون موضوع أسهل عندك شركات متخصصة في الاستثمار وصناديق متخصصة في الاستثمار وعلى فكرة في صناديق حتى موجودة في الدولة تدعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة عندك مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع عندك صندوق الوطن يستثمرون المؤسسة تمويلية قرض مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع قرض قروض هذه بس بدون أرباح بدون أرباح أنا ما يأخذون عنك أرباح نفس المبلغ بدون أرباح بدون انترست البنك يقول لك خذ الفلوس هذه مع أرباح المؤسسة تقول لك خذ الفلوس وردها خلال خمس سنوات بدون أرباح نفس المبلغ عفوا إذا أنا أرد نفس المبلغ ترى فيه lifetime value of money هم خسروا يمكن خسروا خلال خمس سنوات لو تضرب ثلاثة في المية تضخم ثلاثة في خمسة compoundingly ترى خسروا خسروا نسبة معينة لكن هذا الدعم الحكومي الواضح في عندك مثلا صندوق الوطن استثمار في المشاريع التقنية الإماراتية استثمار يقول لك ما أبل الفلوس أبس سأكون شريكك هذه موجودة بس طبعا في شركات استثمارية موجودة وأفراد مستثمارين ملاكي بعد موجودين هنا يكون الوضع أفضل أفضل بس هي المرحلة مرحلة الأساسية والتحدي الأساسي المبدئية يوم تبدأ كيف تقدر تحصل على تمويل ورأس مال والذي يقول لك كيف أبدأ مشروع بدون رأس مال يعني عفوان بس ما يفهم يعني نعفوان يبال أبحث يعني لو بدل الإنسان يبحث كصاحب عمل يعرف أن تغفيد تذافي وأقدر أبدأ فيه المفهوم اسمه البوتسترابينج إذا سامع عنا شو يعني البوتسترابينج أنت تبدأ أولين أبروش بوتسترابين أولين أبروش بوتسترابينج يعني أنت تحط في جيبك من جيبك عفوان يكون عندك أرقامة ومستثمرين فأنا أضطيت بوتسترابت أضطت فلوس من عندي اللين أبروش أنك تقل المصاريب في الشركة بأكبر قدر ممكن عشان تقدر توصل للمحلة هذه أنك تكون قابل للاستثمار في شركات غير قابلة للاستثمار يعني الفكرة ليس متبلورة الدراسة الجدوم ليس موجودة ولينا حينما لا يوجد لحظة الخدمات التي حينما غير واضحة ولمنتج غير واضح هذه غير قابلة للاستثمار في كل الأحوال يعني من الأمور التي أنت تفضلت فيها الحين إذا أخذ أنا كمخرج رئيسي أولا موضوع أن أنا أدور لي مستثمر هذا يعني هذه خطوة مجدية جدا جدا لا تنفع الشخص بعدين الخيار يعود لي أنا كراعد أعمال هلن أبا أبا مستثمر ياهي ولا أبا تم وين هذا أمر راجع لك بس الشي الرئيسي اللي طلعت منه من كلام اللي تفضلت فيه أنه ضروري أنا أكون فاهم بالضبط شو اللي أنا أبا سوي لأن إذا صرت أنت عند شو كان فاميلي فرانز فول نزين سواء كان العائلة العائلة ولا الصديق ولا المغفلين مغفلين بحشومين الجماعة نزين من ومكان من هايلة ترى إذا أنت ما بحارف عن شو تتكلم ترى حتى هذا اللي هم سموه في هاي الطريقة أنه مغفل أنه أنت جذبت ترى بالكلام صح حتى عشان تكسب هذا أنت لابت تكون فاهم شو اللي تبقى صدكت حد من الناس مثلا ترقى هو رائد أعمال يوم تهيله سياد تقول لنا نزين شو اللي تسوون أنتو تحسبه هو مبوافح الصورة عنده فأنت تقول مستحيل أن أقتنع لكن الشخص اللي ييك فاهم قصته فاهم شو اللي يبقى فاهم هو وين يبقى يوصل هذا من وما كان من هالثلاثة وإذا فيه بعد شي رابع غيرهم بيكون مهتم يقول خبرني زيادة في دراسة استوات على أظن 150 إلى 200 شركة في أمريكا وعلى مدار 10 سنوات يقيسون شو الأسباب الرئيسية في نجاح المشاريع وحطوا لك خمس معايير المعيار الأول في نجاح المشاريع هو التوقيت توقيت توقيت المشروع في هذا الوقت يعني اللي يبادي بادل على سبيل المثال قبل 10 سنوات بيسكرها خلال أشهر صح أو خلال أيام حتى صح فالتوقيت كان العامل الأول والرئيسي في نجاح الشركات العامل الثاني الفريق مهم جدا بذات صاحب العمل صاحب المشروع نفسه تعف أنا من ضمن البرامج اللي تعيبني شو اسمه شارك تانك صح شارك تانك شارك تانك وهال المجموعة هاي الرئاسين التايكونز هذي صح هذي قاعدين لك جدامك هو أمير وهو أمير نعم وتعرض عليهم الأفكار يا أخي أنا مثل هذا البرامج يوم أشوفه أستمتع صح أنا ما أحد نفسي رائد أعمال وهذا لا لكن يوم أشوف أستمتع أشوف مثلا يوميك صاحب الفكرة وفاهم شو اللي هو يقدم بالضبط وعارف وين يوصل ويبتدي حتى الحوار يستمم بينهم هذا يقول أنا أعطيك هالكثر بس أستحوذ على هالكثر فهو يرد عليه يقول لا أنا أعطيك هالكثر بس بالمقابلة تزيد من حصتي أنا مثلا في الشركة فأعتقد مثل هاي البرامج بعد أتنمي في الشخص شو المهارات اللي أنا أحتاجها عشرين مليون ولا مليون في 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 تجارتي أنا شو اللي أنا بحتاجها كمهارات وكفكر زين إذا بسألك عبدالله حيح تكلمنا عن التحديات وتكلمنا عن وائد مواقف وأشياء يعني تعلمت منها شو الطريقة اللي أنت تكتسب فيها يعني اللي اللي تزيد فيها من مهاراتك وخبرتك في التعامل هل تفضل مثلا القراية أو تفضل لك أنت تيلس يا ناس مثلا مثلا مدثر أو تحب مثلا تطيح في الشغل وتتعلم من أخطائك وتمشي وتكمل أو تفعل هذا كله عن نفسي أنا أنا سألت كل هذه الأمور صراحة لكن أنا سألت واحد قلت لها طبعا رائد أعمال متقدم جدا قلت لها أعطني أفضل طريقة للتعلم قال تنقذ الموضوع تدخل فيه بالنسبة له قال الإنسان لا يتعلم إلا إذا شمر ودخل شمرت ودخلت ستتصفع لكن ستتتعلم وما بتنسى وما بتنسى وما بتندغ مرتين نعم بتكون عالقة في ذهنك وفي ناس لا في ناس عندهم الممارسات اللي هي لا خلني أقرأ وخلني أشوف الناس شو سووا وأتعلم منها بس هنا ممكن يكون واقعك غير عن واقعة شوية ممكن يختلف الموضوع شوية بس هذه مهمة أيضا مهمة مهمة في فيديو لك أنت في الحساب شفت يوم تتكلم عن الناس اللي تركز على والله النسب البطالة والله ما أدري شو ستوا عندهم في المكان المايكرو والماكرو يريت لو بس تشرح هاي النقطة هاي بالها أني أشل نظرة والله يعني إينا رفزني يعني يصيبني غيظ يوم أشوف شباب اللي فاتحين مشاريع وتوهم أنا بزنسمان بروح يركز لك على الأشياء الماكرو الكبيرة نسبة البطالة والفرق بين ماكرو وماكرو الماكرو هي الأمور الاقتصادية الكبيرة العامة نسبة البطالة التضخم الناتج الإجمالي للدولة أشياء أنت كصاحب بزنس غالبا 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 ما تأثر في تجارتك نهائيا غالبا إلا في قطاعات محددة يعني يمكن النفط والبترول في قطاعات أصلاً أنت ما راح تدخلها أصلاً من الأساس هذا الماكرو هذا الماكرو المايكرو أن أنت تفهم العرض والطلب العرض السبلاي والطلب الديماند وتفهم تفاصيل البزنس تفاصيل مشروعك من أرقام البيانات المالية تدفق النقدي الاستراتيجية تفهم سوق الأفراد سوق الأفراد هذا اللي راح يبلك فلوس فتلاقي شو يسوي يروح يركز على الماكرو ما عنده شغل وفاتح مشروع فاتح قروبات الشباب مع المشاريع فوكس نيوز بلومبرغ قالت أن أمريكا أمريكا الناتج المحلي بيزيد شوفك شو السوي تاجرا لازم عاش ويسستو في العالم والله العظيم مخبوصة الدنيا مخبوصة بس ها عبدالله ما يكون ساعة له تأثير مثلا العالي للشباب اللي في الأسهم صح شباب الأسهم مختلف تماما أتكلم عن أصحاب المشاريع اللي فاتح شركة يقدم يا خدمة يا منتج لا تركز اقرأ شوف بس خليها من المأجريات يعني اللي يقول لك من الأشياء اللي يعني تعبر مش التركيز الأساسي تركيز الأساسي فهم سوق الأفراد تعلم كيف تقدم خدمة ذو قيمة وبناء عليها تحصل مكافأة مالية أو يعني تحصل المبالغة التي تستحقها هناك صدق تتعلم راقم كيف أقدر أربح إذا الإراد مبلغ قدرة الكوست عندي المصاريف كم المصاريف التشغيلية كم صافي أرباح كيف أقدر أزيد هناك متعة الأساسية بالنسبة لي متعة الأساسية صافي الأرباح يعني هذا المبلغ اللي أنت تطلعبه بعد ما أنت تدفع كل اللي عليك كل اللي عليك هذا خلاص اللي يدخل في جيبك اللي يدخل في جيبك كيف تقدر تنمي هذا المبلغ كيف تقدر أصلا لا في استدامة الموضوع أصلا معظم الشركات في أول خمس سنوات تموت شركات تموت أول خمس سنوات تعفنا شري لاحظت بعد أبد الله لاحظت أن هناك نسبة كبيرة من اللي أنا تواصلت إياهم أنه داخل في مثلا ريادة الأعمال بس ما بيكون سي أف أو يعني بس لازم يكون عندك شوية يعني أساسيات صح لازم تعرف يعني مثلا بريك إيفن شو يعني شعني بروفت صح شعني إيراد صح شعني ربح صح شو هذه مصاريف تشغيلية شو يعني هالمصاريف والموضوع اليوم أبسط ما يكون يعني على مرة تاريخ اليوم أفتح جوجل أو لا ما أقول لك شات جي بي تي سأولك بحث لا لا أفتح لك يوتيوب يقول شغلك فيلم شغلك وكانك تتابع فيلم شوف عن الأمور هذه الأساسيات البسيطة للأمور المالية حسب أنت ترتب أمورك صح وإن كنت إن شاء الله كان البزنس هذا نحن نبيعها البسكول صح صح أنا أشتري وأبيع حسبها هذه الحسبة لازم تحسبها صح وتفهم كيف تتم الحسبة هذه أسهب أنت إن شاء الله باتر تنمو وتتطور وأنا مؤمن تماما صاحب العمل أو صاحب الشركة مو بلازم يكون فلتة زمانة صح نهائيا والله نهائيا بس لازم يفهم الأساسيات ويجيب أشخاص أفهم عنها في التخصصات هذه وشغلتها الأساسية كسيئو أن عندها القدرة أن يخلي الأشخاص هذي اللي في تخصصات مختلفة يشتغلون مع بعض يعني أعطيك مثال أنا أفهم أساسيات المالية أفهم شوي في التسويق أفهم في المبيعات أفهم شو حتى يمكن ما أفهم شي في الأمور القانونية مهمتي الأساسية أني أنا أجيب شخص متخصص في الأمور المالية القانونية التسويقية في المبيعات وعندي القدر أن يخليهم يشترون مع بعض طبع هاي راح تكون مرحلة متخدمة هذا كليدر مرحلة متخدمة راح تكون شوية في عمر الشركة لكن هذه مهمتي الأساسية لابد أن فريق العمل يكون أفضل عنك في كل المجالات صح صح والذي يقول لك لا أنا صاحب العمل لازم أفهم في كل شي وأنا لازم أكون أفضل عن كل حد يقول لها سلم على عمرك صح أتصدق حتى عدى الله في الوظيفة في الوظيفة قاعدة بنيتها عندي من عقب تجربة عقب لانا شفت أكبر خطأ تسوي أنك أنت ما تحط عندك في الفريق الناس اللي هم أذكى عنك واحسن عنك ما بتتطور إذا أنت أذكى واحد أنت شخص آمي شخص آمي شخص آمي مثلا أنت أذكى واحد فدوم يوم تختار مثلا حتى في المقابلات تلاحظ البعض يوم يشوف أن هذا نوع ما في شوية تحدي من زين هالشخص هذا المرشح للوظيفة هاي بيعدم أماظهم هذا لا 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 هذا بيعوّل راسي هذا بيزعجني هذا بيرفعك فوق صح صح هذا بيكبر وأنت بتكبر بالمقابل فاللي تفضلت فيه أنا أتفق يا أمي أصلا أصلا عند الغرب عندهم يعني أنا كسيو أو كان كصاحب مشروع لازم أكون جنرالست ولا سبيشالست أنا كفرد هل لازم أكون متخصص ولازم أكون عام أفهم قشور في المجالات المالية أو في 12 قسم للشركات يعني أفهم قشور فيها جنرالست جنرالست بلا شك القدرة الوحيدة الأساسية المطلوبة أنك تخلي اللي تحتك يشطلون مع بعض بطريقة سليمة وسليسة صح علاقات علاقاتك داخل الشركة القدرة هاي داخل الإدارة داخل الشركة داخل تجارتك والبزنس والعلاقات الخارجية صح أديرها اليوم كليدة بس ضروري تكون فاهم عندك القشور شوي بس ما تكون صفر لا لا صفر بتوهك بس شو اللي يستوي اللي يستوي أنت إذا تفهم وايد مثلا شو ناخذ مثال باريستا مثلا شخص خد له كورس كيف إعداد القهوة يعني وفتح له كوفي شوب فيابل موظف هذا يندفع له راتب عشان هذا يسوي القهوة والتم أنت مركز على هذا ساير راد وكم جرام حطيت لا لازم تزيد شوية لا حرارة الماء هذا بيضفر يا القهوة بتطلع ما بزينه ولا الشخص هذا بيضفر بيقول خلاص خلاص خليني يسوي شغل تشوف موضوع الماكرو والمايكرو اللي ذكرنا قبل شوية في موضوع الاقتصاد بشكل عام ترى الماكرو والمايكرو مايكرو موجودة الله يمي يقول لك الشركة هذه فيها عالي في الموظفين يعني عدد الموظفين اللي يستقيلون في الشركة سنويا ما يكملون سنة أصلا شو السبب تلاقي مثلا المدير التنفيذي ولا المانجر أو المدير المباشر طريقة إدارته للموظفين اللي تحت تسبب لهم نوع من أنواع للطراب والله هي صد يعني يقول يدخل في كل تفصيل من التفاصيل وأنا صراحة ما عندي يعني خبرة كافية في الإدارة لكن أتوقع هي كيس باي كيس صح كيس باي كيس نعم إذا مثلا أبو عبد العزيز ممكن يكون محتاج في الفترة الأولى مايكرو مانجمنت بأعطي مايكرو مانجمنت بس الأصل أنه ماكرو الأصل أن الإدارة تكون خفيفة على البشر فيكون في حركة في مرونة معينة الشخص يقول لا فيه ثقة مايكرو يعطي يحاء للموظف أنه لا يوجد ثقة صح صح وإنعدام الثقة إنعدام كل شيء مشكلة مشكلة لكن مثل ما تفضلت أنه في بعض الأحيان طبعا كل مشروع أو كل هذا يعني كل موظف عن الفئة الثانية صح ساعات مثلا في بداية المشروع أنت لا تنزل إلى كل موظف كل شيء تفصيل التفصيل تفصيل تفصيل مهمة مهمة تفصيل ماذا يفعل وماذا يوقف الموضوع هنا إيلين لا يتحرك الموضوع صح مثلا مثلا في الشركات كيف ساعت أنها تحتاج الدعم في البداية إيلين لا يستطيعها توقف الشركة توقف على ريلها وستقلت لكن في البداية كان يبالها أحد يتابع مايكرو وكذا تعالش المشكلة مشكلة أن إيل موظف ويكسب ثقة المدير ويؤدي أفضل أداء بس مع هذا تلاقي المدير مايكرو داخل في أداء فهنا خلاص يقول لك أنا أديت وأعطيتك أفضل عن التوقعات ولو ممكن حتى أكون أنا من أفضل الموظفين بس مع هذا أنت تدخل معي في التفاصيل ويكون في أذية يوصل لمرحلة الصدق في أذية فيقول أنت لا تثق فيني أنت مريض كمدير يعني فما يقدر فيه هذا هذا شفنا نحن فيه من الناس اليد مايكرو مانج إلى طريقة مزعجة جدا تنزعج حتى تقول في البداية يمكن أن يرى الموظف كاهتمام صح ويعيبة يقول أنا لازم أكسب ثقة المدير وهذا يعدي وهذا يتأكد يتأكد وكذا ويسا بس بعدين عقب فترة خاصة اللي هم كفاءات عالية بسيط يشك في نفسي يقول أنا أنا ما أفهم ولا شو الموضوع تطلع المشكلة هو فيه أسرع هو يحب أن ينزل لأدقة التفاصيل هذه أذكر بعد فيه لا لا ما يثق في الموظفين تلاقي ما يثق حتى في حريمة أو ما يثق فيها مشكلة فتلاقي بعض متعلق بأمور نفسية هو عالم المالجمت والقصص مثل ما تتفضلت ترى تشوف يعني الليدرز هذي الكبار في الشركات العالمية ترى يمت تخل أنت يعني حتى يقال ستيف جوبز كمدير ما كان هاك المدير اللي يتمنون الناس يعني كان صعب في التعامل صحب جدا صحب التعامل صحب ينهد عليهم كان في الاجتماعات و يقول لك يعني بس يقولون من حرصة هي من حرصة ترى أقول لك حتى هذا اللي هي مايكرو مانجز ترى من حرص من حرص هو حريص على الموضوع بس الحرص شيء حرص عاد يطفره الشخص الثاني يعني فستيف جوبز قال هذا اللي كان يطلع على الستيج ويتواصل مع الناس ويأخذ يعطي في الكلام و ودود في التعامل وكذا يقول في قاعة الاجتماعات هو العكس تماما العكس تماما ستيف جوبز فا... ترى ستيف مدرسة اي مدرسة اي لانا مدرسة هو من الناس اللي غيروا العالم هو كيف كشخصية وهذا ما ينظر إليه يعني كموضوع مهم وبس اللي اللي سوى غير العالم اكيد اكيد الدنيا تغيرت من عقب التلفون وعقب الايفون العالم هو من مثل قد أدفل الذي أذكره فيه بوست والتي كانت تتحدث عن الذي مع وون بافت بور شارلي صح بور شارلي مناك الكتاب چارلي منقر بatto بما يسمى بور شارلي زالماناك صح بور شارلي زالماناك المعلومة عيبتني على ما هو المهم في ريادة الأعمال ما هو المهم الذي تقوم صحيح أنه ليس بالأثكى ولكن لو تذكرني هذه الجزئية المهمة يعني هذين جاها بذها هذين تقدموا عن الكل الذي هو ورن ضفت وشارلي وشارلي الذي يستعمل عليه سارة هذا هو هذا هو هذا فترة من شهرين ثات وشهور ثات وشهور يمكن وهذا لا سوشال ميديا ولا سناب شات ويقول أنا اليوم في المكان الفلاني بس شغل غير عن ربعنا شغل البعض الله يعينهم بس يوم في استعراض التقارير المالية والمؤتمرات الصحفية دوم هو يكون يالس عنده هو أصلاً يعتبر ذراع ذراع ورن ضفت في بعض المفاهيم يجب أن تتصلح عليه لكي أنجح يجب أن أكون الأذكى إذا أنجح يجب أن أكون أكثر تجتهاده يجب أن أشتر 16 ساعة في اليوم ترى أن طحت في هذه المشكلة سأذكر لك عنها بعد قليل بس هو يقول ترى لا هذه ولا هذه راح تفيدك أنت كرائد أعمال هي أنك تكون الأكثر تعلماً عندك تشوف الجدول الجدول اليومي ورن بوفه يقرأ أربع ساعات أربع ساعات يومياً هذا جدوله ثابت ما يتغير من ثلاثين أربعين سنة أربع ساعات قراءة إذا الإنسان يشتغل ثمون ساعات بشكل طبيعي هذا نصر اليوم وبعدين نصر الثاني يسميه دي بورك دي بورك يشتغل على الأهم في الأهم بس والباقي كله كل يوم كل يوم أربع ساعات وكل يوم مكدونالدز يقول لك تعرف ليش؟ ما زال على مكدونالدز تعرف ليش مكدونالدز عشان الطعام حلوله لأنه مستثمر أساسي في مكدونالدز فهو أصلاً دعاية للمنتج أو الشركة التي يستثمر وحتى كولا ومستثمر في كولا فيعني مش 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 يعني تطبيلاً لمكدونالد ولا لكولا كولا ف الأكثر تعلماً الأكثر تعلماً خصص وفيه ناس أعرفهم شخصياً تخصيص أول ساعة من يومهم قراءة أو حتى واحد يشوف فيديوهات يوتيوب أو يدخل كورس في مرحلة من المراحل البزنس أعرف واحد يقول أنا أقرأ كتب على حسب المرحلة التي أنا فيها من المراحل البزنس جميل يقول لك الآن أنا مرحلة للفكرة تأسيس الشركة ويقرأ كتب فيك كيف تتكتب عن استثمار وينتقل يحتاج استثمار يقرأ كتاب عن استثمار ويشوفوا فيديو عن استثمار كيف تقدر تنمي الشركة يقرأ عن تنمي الشركة ف يعني ممتاز بوور شارلي يعني يعني أعطانا مانتل مودلز مانتل مودلز كيف نشطال يعني ممتاز ممتاز عبدالله مشكور على وقتك بالعكس بالصراحة أنا استمتعت وائد في الحوار لازم تبعينا السعودية و ماشاء الله ضروري لازم تبعينا السعودية أكيد إن شاء الله مركم السعودية حركة جبارة حركة السوق واو والبودكاست هناك تربع على نطاق واسع ماشاء الله البودكاست السعودي تبارك الله من الأماكن التي تلهم تلهم من الشخص حتى مشاركاتهم وايد في دباي بروس كلاب لاندبي للصحافة صحيح لديهم فعالية اسمها بوت فست و نشوف ماشاء الله شباب لهم فنجان و الفرقة الثانية هؤلاء المشاركين هنا و لهم حضور ماشاء الله وهذا الصح نحن اليوم من ضمن الأمور التي نحن دائما نذكرها أنا و محمد في المقابلات اليوم نتكلم و نقول الدافع الرئيسي عندنا نحن في هذا الموضوع في داركشن بودكاست هو تعزيز المحتوى العربي اليوم أنت أي موضوع بالانجليزي ممكن أن تحصل و هناك ناس يتكلمون عنه لأن هذا الحوار عندنا اليوم الذي قالنا يا عبدالله كم كملنا هك كملنا ساعتين ساعتين كملنا مسكين محمد يتريان لا و لا يخلص محمد ما شاء الله فأقول لك المعلومات التي يحصلونها الناس اليوم نتيجة سنوات تعمل فيها عبدالله حصلنا باللغة العربية صح فاليوم يا أخي نحن هذا شيء ضروري نحن نفعل في السعودية و في الكويت و في المغرب و في قطر و في كل الدول العربية يا أخي يجب أن يكون لنا إثراء المحتوى العربي إثراء المحتوى العربي محتوى ثري نحن محتوى ثري لغة العربية لغة ثرية صح بس البودكاست اليوم ما شاء الله نحن وايد أحسن صح عن قبل كم من سنة صح يعني اللي صار مثلا في في عشرين و عشرين و واحد و عشرين الصراحة ولله الحمد المحتوى زاد منصات تزيد كيد و في مكان حق الكل بالبودكاست ما في حد يخرب على الثاني لأن كل بودكاست له طريقة و له ناس و ممكن أسمع هالبودكاست و أسمع هالبودكاست و أسمع هالبودكاست فأنا بالعكس أنا والله أقول حتى اللي أنت تقدم اليوم أنا شوف حسابك والله استمتعتي محمد طراشري الحساب ستشوف أنا أقول حساب جدا رائع يقدم معلومات بطريقة بسيطة خلاص يعني حد من الناس ترى ما يحب يقبض الكتاب و أميات صفحة والناس ترى هذه نقطة وايد مهمة مصادر المعرفة متعددة ما اللي يقولك اقرأ كتاب يعني بس المصدر المعرفة الوحيد والتعلم من المصدر الوحيد لا 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 شوف الأنسب لك نعم يوتيوب كتب كتب و في ناس ما يتعلمون إلا من ربيعهم و من المرشدين اللي علم المنترز يروح يسأل الناس أي واحد فهم فهل مدى مسي أسأله بس خلاص يا كثرهم التجار الكبار شوام ما قرأ ولا عرف يقرأ و يمكن يكتب شوية يمكن يبصم ولا يوتيوب ولكن تجارته صح لأنه طريقة اكتسابة للمعرفة تجرب تجرب صح الناس اللي يحول الياسين ويتعلم والوقت والتجارة أصلا يتعلمك يعني فالتنويع مصادر المعرفة هذا شيء مهم جدا عبدالله تشرفنا فيه شرف لي والله سعدنا و ما شاء الله هذه كانت بداية زينة نحن موقفين فترة ونحن بعدين إن شاء الله في الموسم اليديد وأنا أرى هذه مسؤولية على الكل أنا أعتبر موضوع البودكاست كأنها مسؤولية مجتمعية البودكاست هذا ما لها أي علاقة في وظيفتي ولا لها أي علاقة في وظيفة محمد هذا موضوع مفصول تماما نعم عن اللي نحن نسويهني نشر العلم ونشر شو اللي موجود عندي سواء عندي أنا شخصيا ولا عند أربيعي عبدالله وأربيعي أحمد وأربيعي ألي هالمعلومات اللي تطلع تراها موجودة للأبد موجودة على وسائل التواصل معي للأبد وفيها فايدة للناس فأنا أرى هذه مسؤولية مجتمعية وأنت اللي تسويه واللي تقدمه من أروع ما يكون أزاك الله خير نحاول 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 وهذا الأهم ترى أنا الواحد يحاول ويحاول يقدم شيء ناس يستفيدون منه وفي النهاية واجعل لي اللسان صدقين في الآخرين يعني إن شاء الله يعني الله يأخذ أمانته يقولون ترى الرأيال هذا قدم خير وقدم نفع للمجتمع قدم نفع وهذا أهم شيء صلى الله سبحانه ويبارك لك في علمك آمين ويبارك لك في علمك آمين يا رب وفي استثماراتك آمين يا رب وينمي أزاك الله خير نحاول الله شكرا اشتركوا في القناة